بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا وسهلا بكم إخوة الطلاب أخوات الطالبات في درسنا لهذا اليوم بعنوان تغيرات الحالة الفيزيائية الطاردة للطاقة وهذا الدرس من ضمن دروس كيميا الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني محدثكم أخوكم نوح العواد فأهلا وسهلا بكم سنتعلم في هذا اليوم كيف نستطيع أن نفسر كيف يؤدي انتزاع الطاقة إلى تغيرات الحالة الفيزيائية للمادة وكذلك سوف نتعلم كيف نستطيع أن نفسر مفهوم التجمد والتكاثف والترسل وكذلك نفسر مخطط الحالة الفيزيائية بداية هل استيقظت صباحا فلاحظت سقيعا على نافذة منزلك أو نقاطا تقطي زجاج سيارتك في أيام الشتاء عادة عند الصباح الباكر نلاحظ تجمع بعض النقاط على نافذة المنزل أو كذلك على النوافذ أو زجاج السيارة فالصقيع المتكون هذا ناتج بسبب اختلاف درجات الحرارة فعندما تنخفض درجة الحرارة في وجود رطوبة فسوف يؤدي ذلك إلى تجمد هذه الرطوبة وتحولها إلى صقيع فماذا تسمى هذه الظاهرات تسمى بظاهرات الصقيع بداية التجمد يقصد بالتجمد بأنه عبارة عن درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى صلب بلوري بمعنى في المناطق الجنوبية والشمالية القريبة من القطب الشمالي والقطب الجنوبي تكون هذه المناطق أكثر للمناطق برودة عادة فلذلك نلاحظ أن أجواءها عادة يكون في معظم الأوقات قريب إلى التجمد فلذلك التجمد ناتج من الانخفاض الكبير في درجة حرارة الجو أو حرارة المكان الذي توجد فيه المادة فلذلك عندما تنخفض درجة الحرارة إلى مقدار معين فإن السوائل تتحول إلى مواد صلب سؤال كيف تحدث عملية التجمد ما الذي يحدث أثناء عملية التجمد عملية التجمد تتحول فيها السوائل إلى مواد صلبة ويكون ذلك عادة عندما تفقد السوائل مقدارا من الطاقة أو مقدارا من الحرارة ويقصد بالطاقة هي الطاقة الحركية الموجودة لدى الجسيمات إذن خلال عملية التبريد يفقد الماء أو السائل بشكل عام الحرارة فتفقد جسيماتها أو جسيمات الماء طاقتها الحركية بمعنى كلما قلت درجة الحرارة كلما قلت الطاقة الحركية ومنها تقل سرعتها ويصبح انزلاق بعضها حول بعض أقل يعني أن حركة هذه الجسيمات سوف تكون قليلة وكلما قلت حركة الجسيمات أو كلما فقدت مقدار من الطاقة الحركية الكافي تبقى الروابط الهيتروجينية في جزيئات الماء ثابتة فلذلك تصبح الجسيمات أيضا ثابتة في مواقعها وبالتالي تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة إذن تحول السائل إلى صلب باختصار هو عنده انخفاض درجة الحرارة فعنده فقدان مقدار من الحرارة فإن الطاقة الحركية أيضا تفقد وبالتالي كلما قلت الطاقة الحركية تقاربت الجزيئات مع بعضها البعض ومنها تصبح أو تتحول إلى الحالة الصلبة النوع الثاني من التغيرات التي تكون أو يصاحبها انطلاق طاقة وهي عملية التكاثف ففي السحب مثلا تلتقي جزيئات الماء مع بعضها البعض لتتحول من بخار ماء إلى أمطار وهي الماء السائل هل العملية التي يتحول أو التكاثف هو العملية التي يتحول عندها أو من خلالها غاز أو بخار إلى سائل وسبق أن عرفنا الفرق بين الغاز والسائل وبالتالي إذا كان عندنا أبخرة أو غازات فإنها تتحول إلى سوائل فكيف تحدث عملية التكاثف عادة عملية التكاثف يتحول فيها البخار إلى سائل والسبب في ذلك يعود إلى أنه جسيمات البخار تفقد مقدارا من الطاقة مما يؤدي أن سرعتها الحركية تقل وتصبح قدرتها على تكوين روابط هيدروجينية بين بعضها مع بعض أكبر هذا طبعا الكلام كله عن جزئات الماء وينتج عنه تكوين الروابط الهيدروجينية طاقة حركية محدودة مما يعني تغير حالة البخار إلى الحالة السائلة وهي بالطبيعي عكس عمليات التبخر باختصار لما يكون عندنا غازات وانبرد هذه الغازات فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الطاقة الحركية فتتقهر بالجزئات مع بعضها البعض بمقدار معين فتتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عندما يلامس بخار الماء سطح نافذة بارد الأبخرة أو الرطوبة الموجودة أو الضباب الموجود في الهواء الجوي عندما يصطدم بجدار نافذة بارد فإن ذلك يؤدي إلى تحول هذا الضباب أو هذه الرطوبة إلى قطع صلبة من الماء وبالتالي هذه الظاهرة تسمى بظاهرة الصقيع الحالة الثالثة من الحالات الطاردة للطاقة وهي الترسب وتعرف عملية الترسب بأنها عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة دون المرور بالحالة السائلة وهي عملية عكسية لعملية التسامي بمعنى أن التسامي تتحول فيها المادة من صلب إلى غاز دون المرور بالسائل أما الترسب فهي عملية عكسية للتسامي فهي عملية تتحول فيها المواد من غاز إلى مواد صلبة مباشرة دون أن تمر بالحالة السائلة كيف تحدث عملية الترسب؟ لما تكون عندنا المادة في الحالة الغازية بنفس الطريقة بنفس الفكرة سوف تفقد مقدار من الطاقة الحرارية بمعنى تبريد البخار فبالتالي يؤدي هذا التغير في درجة الحرارة إلى زيادة تقارب الجزيئات مع بعضها البعض فتتحول مباشرة الغازات أو الأبخرة مباشرة إلى الحالة الصلبة دون أن تمر بالحالة السائلة مخطط الحالة الفيزيائية ما هو مخطط الحالة الفيزيائية؟ أو ما المقصود بمخطط الحالة الفيزيائية؟ يقصد بمخطط الحالة الفيزيائية بأنه عبارة عن رسم بياني يوضح العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة ومن خلال معرفة العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة نستطيع إضاح حالة المادة تحت ظروف مختلفة من الضغط ودرجة الحرارة إذن مخطط الحالة الفيزيائية له علاقة بدرجة الحرارة والضغط فتختلف الحالة الفيزيائية للمادة باختلاف الضغط أو باختلاف درجة الحرارة أو باختلاف الاثنين معا يتحكم متغيران معا في حالة المادة وهما الضغط ودرجة الحرارة ولهذين المتغيرين تأثيرات عكسية على المادة حيث تعمل كل منهما بشكل مختلف عن الآخر فحيث أن زيادة درجة الحرارة ترفع معدل تبخر الماء إلا أن زيادة الضغط تؤدي إلى رفع معدل تكاثف البخار إذن عملية زيادة درجة الحرارة وزيادة الضغط هي عملية عكسية في التحولات الفيزيائية للمادة فزيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة تحرر الجزيئات وابتعادها عن بعضها البعض أما زيادة الضغط فتؤدي إلى زيادة تقارب الجزيئات مع بعضها البعض فبالتالي زيادة درجة الحرارة عادة تحول المادة من صلبة إلى سائلة إلى غازية وزيادة الضغط فإنها تحول المادة من غازية إلى سائلة إلى صلبة النقاط الهامة على رسم مخطط الحالة الفيزيائية أولا توجد نقطة تعرف بالنقطة الثلاثية سواء للماء أو أي مادة أخرى فهذه النقطة هي نقطة محددة على الرسم البياني عندما تكون درجة الحرارة صفر ويكون الضغط أقل من واحد ضغط جوي بماذا تتميز النقطة الثلاثية؟ تمثل درجة الحرارة والضغط حيث يوجد عندها الماء في حالاته الثلاث معا يعني عند النقطة الثلاثية فإن الماء يوجد في حالة البخارية أو في حالة الغازية وكذلك يوجد في الحالة السائلة وكذلك يوجد في الحالة الصلبة تحت ظروف معينة وهذه الظروف هي أن تكون درجة الحرارة صفر مئوي لكن الضغط يكون أقل من واحد ضغط جوي طيب النقطة الحريجة وهي النقطة التي تمثل لنا النقطة في الرسم فماذا تعني النقطة الحريجة؟ تمثل كل من الضغط ودرجة الحرارة التي لا يمكن للماء بعدها أن يكون في الحالة السائلة يعني عندما نصل إلى النقطة الحريجة فبعد النقطة الحريجة لا يمكن للماء أن يكون في الحالة السائلة وإذا وجد بخار الماء عند درجة الحرارة الحريجة فلا يمكن لزيادة الضغط تحول بخار الماء إلى سائلة يعني بمجرد أن نصل إلى النقطة الحريجة وما بعدها فحتى وإن ازداد الضغط فإن الماء لن يعود إلى الحالة السائلة مخطط الحالة الفيزيائية للماء يوجد الماء في ثلاث حالات يوضح هذا الرسم مخطط الحالة الفيزيائية للماء عند درجات حرارة وضقوط مختلفة فممكن أن يكون الماء في الحالة السائلة أو في الحالة الغازية أو في الحالة الصلبة وذلك بالاعتماد على درجة حرارة وضقوط الماء ويمكن استخدام الماء لتخمين حالة الماء عند أي درجة حرارة وضقوط معين وبالتالي عندما تكون درجة الحرارة عندما تكون درجة الحرارة 100 درجة مئوية والضغط واحد ضغط جوي نلاحظ أعلى من 100 وأعلى من واحد ضغط جوي تكون حالة الماء في الحالة الغازية وعندما تقل درجة الحرارة عن المئة إذا كان الضغط منخفض فأيضا تكون حالة الماء في الحالة الغازية ولكن إذا كان الضغط مرتفع حتى وإن كانت درجة الحرارة 100 فإذا كان الضغط مرتفع فإن الماء سوف يكون في الحالة السائلة وعند درجة الحرارة المنخفضة والضغط المرتفع دائما يكون الماء في الحالة الصلبة سؤال ماذا تسمى النقطة A والنقطة B على المخطط ثم فسر دلالاتها النقطة A هذه النقطة السوداء والنقطة B هذه النقطة فماذا تسمى النقطة A والنقطة B على هذا الرسم قلنا أن النقطة A تعرف بالنقطة الثلاثية ويقصد بأن النقطة الثلاثية أن المادة توجد في الثلاث الحالات الفيزيائية إذن تمثل درجة الحرارة والضغط حيث يوجد الماء في الثلاث الحالات الفيزيائية معا يوجد في الحالة الصلبة والسائلة والغازية أما النقطة B فهي تعرف بالنقطة الحرجة والتي لا يمكن أن نشاهد الماء بعدها في الحالة السائلة حتى وإن ازداد الضغط إذن هي النقطة التي تمثل كل من الضغط ودرجة الحرارة التي لا يمكن للماء بعدها أن يكون في الحالة السائلة تدري يمكن لتغيرات الستة تجمد وانصهار وتبخر وتكاثف وتسامي وترسب كلها أن تحدث عند هل تحدث عند النقطة A أم النقطة B أم المنحنة الأحمر أم المنحنة الأزرق هل تحدث كل هذه التغيرات الستة عند النقطة A أم B أم المنحنة الأحمر أم المنحنة الأزرق من المعروف أن النقطة الثلاثية توجد عندها جميع الحالات الفيزيائية للماء فإذا كانت هذه النقطة توجد عندها جميع الحالات الفيزيائية للماء فهي النقطة التي من الممكن أن تحدث عندها جميع هذه التقيرات مخطط الحالة الفيزيائية للكربون لاحظ احتواء الرسم على متعاصلين للكربون وهما الألماس والإجرافيت وكلا هذين المتعاصلين يوجدان في الحالة الصلبة فالإجرافيت هو الحالة المستقرة للكربون عند درجة الحرارة والضغط العاديين والمحددة بالمنطقة الحمراء يعني الإجرافيت هو الموجود عند درجة حرارة وضغط منخفر أما الألماس وهو أكثر استقرار عند درجة الحرارة والضغط العالية فهو موجود في هذه النقطة ويتكون في الأصل عند درجة حرارة وضغط عاليين يعني الألماس في أصله لا يتكون إلا عندما تكون درجة الحرارة والضغط مرتفعين أما الإجرافيت فهو يتكون عند درجات الحرارة والضغط المنخفضين أكتب جميع الحالات للكربون المحددة على مخطط الحالة الفيزيائية أمام الإسم المناسب فعندنا نقطة A والنقطة B والنقطة D والنقطة C فمثلا النقطة A تمثل حالة الكربون عندما يكون في أي حالة هل هو ماس أم سائلة أم جرافيت أم بخار نقطة A تمثل لنا حالة الكربون السائلة طيب النقطة B تمثل لنا حالة الكربون هل هو عندما يكون ألماس أو جرافيت أو بخار قلنا عند درجات الحرارة المنخفضة والضغط المنخفض يكون الكربون في حالة الجرافيت والنقطة C عادة عندما يكون الضغط منخفض ودرجة الحرارة عالية فيكون المادة في حالة غازية أو بخارية وبالتالي هذه تمثل لنا نقطة C أما الألماس فعادة يتكون عند درجات حرارة وضغط مرتفعين فلذلك يمثل لنا النقطة D مخطط الحالة الفيزيائية لثاني أكسيد الكربون هذا المخطط يوضح الحالة الفيزيائية التي بسببها يتسامى ثاني أكسيد الكربون أي يتحول ثاني أكسيد الكربون مباشرة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة فعادة يتسامى ثاني أكسيد الكربون عند الضغط المنخفض ودرجة الحرارة أيضا المنخفضة فلذلك إذا كانت درجة حرارة الغرفة فمن الطبيعي أن يتسامى بسهولة ويتحول الغاز أو ثاني أكسيد الكربون الصلب إلى غاز مباشرة دون أن يمر بالحالة السائلة ما العملية التي يتم من خلالها تحرر طاقة أي انطلاق الطاقة يعني التخلص من مقدار من الطاقة هل عملية الإنصهار ينطلق من خلالها طاقة يعني تقل درجة الحرارة في ثاني أهل المادة بالتأكيد لا لأن الإنصهار يحتاج لزيادة درجة الحرارة طيب هل التجمد يصاحبه تحرر مقدار من الطاقة أي انطلاق كمية من الطاقة أكيد لما نجي نعمل ثلج فإننا سوف نقوم بإدخال السوائل إلى الثلاجة لزيادة انخفاض درجة حرارتها وبالتالي يحصل تحرر مقدار من الطاقة من الماء فينتقل إلى المحي الترسب هل الترسب أيضا يصاحب انطلاق طاقة خلونا نعرفوا ما معنى الترسب ترسب يعني تحول المادة من إيش من حالة غازية إلى حالة صلبة دون المرور بالحالة السائلة فأيضا ذلك سوف يصاحب انطلاق كمية من الطاقة أما التسامي فهو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية وبالتالي يحتاج لزيادة درجة الحرارة إذن الانصهار والتسامي تحتاج لزيادة درجة الحرارة أي تحتاج لامتصاص مقدار من الحرارة أما التجمد والترسب فهي عمليتان يصاحبهما تحرر مقدار من الطاقة يشكل بخار الماء القيوم في الهواء بواسطة بخار الماء لما يمثل لنا الغيوم أو يتحول بخار الماء إلى غيوم فهل هذه العملية تسمى عملية انصهار أو تبخر أو تكثف أو تسامي هل هذه العملية تسمى انصهار أم تبخر أم تكثف أم تسامي إذن يتكثف بخار الماء في الهواء ليتكون على شكل غيوم في الهواء الجوي ومنها من الممكن أن تكون هذه الغيوم سببا في نزول المطار إذن تعلمنا في هذا اليوم تغيرات الحالة الفيزيائية الطاردة للطاقة وقلنا منها درجة التجمد وهي درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى صلب بلوري وكذلك عملية الترسب وهي تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مباشرة دون المرور بالحالة السائلة وكذلك تعلمنا في هذا اليوم مخطط الحالة الفيزيائية وهو رسم بياني للضغط مقابل درجة الحرارة وهو يوضح الحالة الفيزيائية للمادة عن ظروف مختلفة من الضغط ودرجة الحرارة فتعرفنا على مخطط الحالة الفيزيائية للماء والكربون وثاني أكسيد الكربون هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ترجمة نانسي قنقر